من الوقت المشاهدين معدنا مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع هالة الحمالة وتصدى الإهالة شكرا عبدالصمت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزنبيق وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنصيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة الإفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية كما سيشارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية الأوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوماسا والتي ستشهد تسليم رئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي سوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وخلال اتصال هاتفي طلقاه من وزير الخارجية السعودي فايسل بن فرحان أكد البرهان أهمية سماح الدعم السريع بإخلاء الجرحة وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتحقق النجاح في مفاوضات جدة كما ثمن رئيس المجلس السيادة الانتقالي السوداني الجهود السعودية مؤكدا الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام في السودان أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا عن تحقيق المشاورات الليبية توافقات هامة نحو تنظيم الانتخابات وخلال مؤتمر صحفي للجنة 6 زائد 6 الليبية في العاصمة المغربية الرباط شدد بوريتا على أهمية أن يكون الحل ليبي خالصا من خلال قواعد موضوعة وفق تصور ليبي كما أكد بوريتا أن دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات يأتي ذلك فيما أفاد عضو بالأجنة 6 زائد 6 بالاتفاق على قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يضم النواب والشيوخ بالإضافة إلى الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن في قصر السلام بجدة وجرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الأمريكية إن الاجتماع شهد مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إنه يتوقع حصول بلاده على عدد كبير من طائرات F-16 من عدد من الدول الغربية وأوضح زيلانسكي أنه من المستحيل الكشف عن كل التفاصيل لكنه أشار إلى عدم امتلاك أوكرانيا البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية أفادت وكالة الأنباء الروسية أن سبعة أشخاص على الأقل فقدوا بعدما غمرت مياه من ساد نوفاك خوفكا الذي تعرض للتدمير مناطق مجاورة يأتي هذا بينما اتهم المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة روسيا بالمسؤولية عن تفجير ساد نوفاك خوفكا أقال المندوب الأوكراني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير السد مشيرا إلى رغبة موسكو في اتباع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا لافتا إلى أن انهيار السد يمثل تهديدا للسلامة النووية في محطة زابوريجيا النووية من جانبه حمل المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أوكرانيا المسؤولية عن تفجير ساد نوفاك خوفكا لتحقيق منافع عسكرية قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجي أنتوني بلينكين سيزور الصين خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تراجعت حدة التوترات بين البلدين وأضف المسؤول الأمريكي أن الزيارة المرتقبة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أكد أن المحادثات التي أجراها عدد من المسؤولين الأمريكيين في بكين تطرقت إلى زيارات مستقبلية محتملة بين مسؤولي البلدين انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر